مصادر محلية تهجير عوائل من القرية فضلا عن أقدام عائلة خليل على قطع كامل الطرق المؤدية إلى قرية كفرة ثم إحراق معظم المنازل العائدة لآل رحمون وجرفها بالجرفات كما يذكر أن الخلافة بين العائلتين بدأ منذ أشهر بخصوص قضايا متعلقة بالمجلس المحلي قبل أن يتطور إلى اشتباكات مساء السبت الفائت دفعت فصائل من الجيش الوطني إلى الانتشار في القرية لفض النزاع وينضم إلينا معتز ناصر الناشط السياسي من مدينة الباب مرحبا بك سيد معتز قبل الدخول بالتفاصيل لهذه القضية الخلاف العائلي بين أهالي قرية كفرة أودى بحياة أناس مدنيين حتى رئيس المجلس المحلي قتل نتيجة هذه الاشتباكات ونتيجة هذه الخلافات كيف وصلت الأمور إلى هذه النتيجة؟ بسم الله السلام عليكم مساء الخير للأسف حين يكون حالة القانون هي المسيطرة وحين تكون التجاذبات العشائرية والعائلية والمناطقية هي صفة سائدة بدلاً عن صفة المواطن ستكثر مثل هكذا جرائم يعيش الشمال السوري فوضى سلطة منذ حوالي 6 سنوات إلى الآن لما تملأ بعد لا يوجد هناك سلطة رشيدة تمثل الناس بشكل حقيقي وشكل فعال تأخذ الحق من الضعيف وتعطيه للقوي وتحجز بين الناس حتى لا تحصل يعني تجاوزات بحق بعضهم البعض هذا الواقع سيولد لنا الكثير والكثير جداً مثل هذه الجرائع ومثل هذه المشاكل الخاصة في قرية كفرة عندما يكون هناك انتخابات حقيقية على مستوى المجالس المحلية وعندما يختار الناس في المجالس المحلية ويكونوا معبرون حقيقيون عن رغبة وعن رأي الأهالي يعني لن تحدث مثل هكذا حوادث هذا من جهة من جهة ثانية يعني بحسب المعلومات التي وصلتنا عن هذا الخلاف المأساوي وهذه الحادثة المأساوية جداً فهناك يعني دعنا نقول سلسلة من التراكمات المتراكبة التي امتدت لعدة سنوات وبيعدة مجالات يعني على صعيد الاحتكاك بين العائلتين وهم عائلتين وهم عائلتان يعني أبناء عم بالمناسبة عدم وجود آلية صحيحة لإدارة الخلاف والنزاع وعدم وجود جهة حقيقية لديها ثقل العائل يعني تحل هذه المشاكل بين العائلتين أدت لحدوث اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية أدت هذه الاشتباكات إلى الآن إلى ثلاث ضحايا وإلى خروج إحدى العائلتين خارج القرية وتعرض منازل للهدم والحرق وهو أمر مؤسف جداً جداً يعني هذه الفكرة حرق منازل واشتباكات وقتل وضحايا وقطع طرقات هل يستدعي ما حدث كل هذا يعني خلاف على مجلس محلي في قرية صغيرة تصل الأمور لهذا المستوى استاذي كما ذكرت لك يعني في حال غياب السلطة وفي حال عدم وجود آليات صحيحة لتمثيل المجتمع هنا غياب السلطة صحيحة يا سيد معتز نعم هذه الفكرة صحيحة موضوع غياب السلطة لكن أيضاً هنا غياب كما يقول بعض المتابعين أن غياب للمنطق والعقل في معالجة الموضوع بالنتيجة أن تصل الأمور لحرق منازل الناس من أجل شيء لا قيمة له فعلياً يعني للأسف هذه الدعوات الجاهلية التي تم تغذيتها على سنوات مقابل تحجيم أي حراك مدني حقيقي أو أي تجمع مطلبي حقيقي للناس وغياب الآليات العدل وعدم وجود قصاص عادل بحق من يرتكب جريمة قتل كل ذلك دفع الناس إلى العودة لأثارات والنعرات الجاهلية العشائرية منها والمناطقية وغيرها وإلى ما يظنونه أن نأخذ حق باليد لكن ما يحصل حقيقة هو نعرات جاهلية وجرائم متجاوزة للحد أنا أتفهم بأن هناك شخص قتل مثلاً شخص أو مجموعة من الأشخاص فطالب ذوي المغدورين بتطبيق القصاص العادل على هذا القاتل لكن أن يتجاوز الأمر إلى استهداف عائلته واستهداف إخوانه وحرق منازلهم وإخراجهم من القرية يعني حقيقة هذا أمر سيفتح علينا أبواب للصراعات الاجتماعية والصراعات العشائرية والمناطقية التي لن تغلق إلى عشرات السنوات وعشرات الضحايا سيكون هناك على الطريق إذن الحاجة لوجود سلطة حقيقية عادلة تفصل بين الناس وتؤدي الحقوق إلى أهلبات حاجة ملحة في ريف حلب الذي تتنزعه التجاذبات الفصائدية والعشائرية والمناطقية حتى يعود الناس لصوت الشرع ويعود الناس لصوت العقل والمنطق والقانون طيب الخلاف بالأساس بحسب كل المعلومات المتواردة على منصب رئيس المجلس المحلي ومطالبة بتخلي عن هذا المنصب لماذا لم يتخلى رئيس المجلس المحلي المقتول وذهب باتجاه انتخابات مثلا وذهب باتجاه قانون وحرية وهو متمسك بمنصبه فعليا ما الذي يحدث؟ طبعا أستاذي الخلاف على المجلس المحلي هو جزء من عدة خلافات وعدة تراكمات بحسب ما وصلني هذا من جهة من جهة ثانية للأسف عدم وجود قاعدة منطقية لإدارة الخلافات وخاصة بما يخص المجلس المحلي سيفتح الباب على مصراعي لتأخذ الصراعات العائلية أو لتأخذ الصراعات العشائرية طابعا عنيفا خشنا نحن في غناء عنه حقيقة لو أن أهالي قرية كفرة أو غيرهم لجأوا إلى أساليب غير هذا الأسلوب العنيف وغير هذا الأسلوب الخشن في موضوع أو ما يظنونه حل للمشكلة لكانت أكيد فاتورة الضحايا ستكون أقل فاتورة الخسائر والمعاناة لا أول أنها ستكون أقل لكن هنا نتساءل أين هي الحكومة السورية المؤقتة وإن هو الجيش الوطني وإن هي قوى الشرطة والأمن العام هذا ما كنت أسألك بصراحة لماذا الجيش الوطني لم يتدخل منذ البداية لماذا انتظر حتى نهاية الخلافات وحدوث كل هذا وبعدها دخل والله أنا حسب ما عالم أن الجيش الوطني إلى الآن لما يتدخل وأن تدخله في البداية كان فقط شكلي من باب رفا العتب وإلا لو كانت الجيش الوطني متدخل بقوة لما حصل حرق منازل ولا حصل تهديم منازل يعني هذا الطابع إذا أصبح طابعا عاما في خلافاتنا في ريف حلب فعلى الدنيا الشمال نحن لا نحتاج لبشار الأسد أن يقتلنا ويقصفنا ويهجرنا نحن فقط دعنا كما نريد ودعنا بدون أي رقابة شرعية أو قانونية أو غيرها ونحن سنقتل بعضنا ونحن سنهجر بعضنا ونحن سنحرق منازل بعضنا إذن لم نعد بحاجة إلى بشار الأسد ولم نعد بحاجة إلى بككيا أو غيره يعني الجيش الوطني أن يأخذ موقف المتفرج في هذا الخلاف وفي خلافات أيضا سابقا كما حال قرية الباروزة في ريف أختارين وغيرها من الخلافات العائلية التي تحصل في الباب بين كل فينة وأخرى ودائما تغليب موضوع يعني اللفلفة وتبويس الشوارب في هكذا خلافات دون قصاص عادل رادع للمجرمين الذين تسببون وهي أسئلة منطقية معتزة فعليا نعم إن كان الجيش الوطني حتى الآن لم يتدخر شرطة عسكرية شرطة مدنية حكومة مؤقتة طبعا حكومة مؤقتة جهازها وزارة الدفاع وجيش وطني هل نقطة تأتي إلى الجيش الوطني يعني أينما ذهبنا نأتي إلى الجيش الوطني السبب فعليا ألم يكن هناك أي إضاحة من الجيش الوطني أو من خلال تواصلاتك كما يقال سمعت لماذا لم يتدخر للجيش الوطني يعني من خلال تواصلاتي أن الجيش الوطني يريد تغليب الصلح عبر الجهات وعبر الوسائط العشائرية لحل هذا الأمر لكن يبدو على مدار مرات سابقة من استخدام هذا الحل يبدو أنه إلى الآن غير نافع بل أنه يبدو هذا الحل لا يأتي إلا بعد مزيد من الضحايا ومزيد من الشقاق المجتمعي بينما لو كانت المشكلة في كفرة هي اعتصام لنقابة معلمين مثلا أو خروج متظاهرين سلميين يطالبون مكشف حقيقة جريمة حدثت في ريف حلب الشمالي يعني بانا منهم فاعلوها ولا وجدنا الأرتال والجحافل والملثمين والمدرعات تهجم عليهم بشكل شرس جدا كما حصل في مدينة الباب وغيرا من المدن والبلدات السورية إذن هناك تكريس من سلطات الأمر الواقع هناك تكريس لعقلية العصبيات الجاهلية والمناطقية والعشائرية على حساب حلول القانون والدولة طيب لماذا لا يوجد أي حال نهائي على الرغم من أن هذه الحوادث تتكرر دائما ليست الحادث الأولى وعلى ما يبدو ليست الحادث الأخيرة لماذا لا يوجد سلطة مركزية إلى الآن في المنطقة؟ يعني يوجد حكومة مؤقتة حتى هناك وجود تركي مباشر في المنطقة أستاذي أظن خلال سنوات بات هذا الأمر واضحا الاتفاقات التي حصلت في سوتي وأستاني ضمنت أن لا تخرج في المناطق المحررة مناطق تكون موازية لمناطق ما يسمى بالدولة السورية فضلا على أن تكون مناطق متفوقة عليها هذا من جهة ثانية يراد لهذه المنطقة أن تكون حاضنة لتفريخ المرتزقة وحاضنة لتصدير المرتزقة وذلك لا يكون إلا بإجهاض أي حركة تنموية في المنطقة بحيث أن الشباب ييأس فلا يجد حلا إلى الخروج إلى الارتزاق خارج سوريا من ناحية ثالثة يعني وجود هذا الهامش الكبير من الفساد ووجود هذا الهامش الكبير من التخلف وتقدم الدعوات العشائرية والمناطقية والعائلية والتي هي دعوات جاهلية سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأصوات التي تدعو إلى تحكيم الشرع والقانون وإلى وجود سلطة حقيقية ودولة حقيقية وخروج فعاليات أهلية تكون حضارية مثل النقابات وغيره وكذا إذن هذا ما يراد للمحرر بشكل عام أن يكون نموذجا سيئا جدا ونموذجا طاردا للسوريين حتى يرى السوريون في مناطق سيطرة أسد أنهم يعيشون في ظل نعمة إلا وهي الدولة لكن نرجو أن نخب السوري أن تتجاوز هذه المرحلة وتنشئ فعلا نموذجا حقيقيا بديلا عن نظام أسد خاصة في ظل الاحتقان الذي يحصل في مناطق سيطرة أسد أشكرك كثيرا معتز ناصر ناشط السياسي كنت معنا من الباب تركيا تنقل الناجين من الزنزال والمقيمين في مخيمات إلى بيوت مسبقة الصنع هذا ما سنتوقف عنده في ملفين الآتي اشتركوا في القناة